كمان قال مفيش فرق عنده ده فيتوريا ما بين المباراة الرسمية والمباراة التجربية الكل لازم يبقى فيه مركز تركيز كامل عن موقفه طبعا عواد وعاوز اتكلم كلمتين اتنين محمد عواد لما تيجي تسألني انا انا على المستوى الشخصي اقولك افضل حارس في الدوري المسم الماضي حمد عواد تمام لكن لما تيجي تسألني برضو عن محمد الشناو اقولك ده محمد الشناو حارس الكبير الحارس العمراق افضل حارس في افراق انضمام عواد وانضمام اي لعب امر يخص الجهاز الفني راجل ان الرجل ما يهملش عواد او ما ضمهوش يعني عارف ان الزمالك عنده ايضا مهمة رسمية لازم يبقى فيه عدد من اللاعبين اللي ملهمش بديل داخل فريق الزمالك وكون موجود لكن لو عواد الزمالك ما عندوش هتلاقي عواد اول واحد موجود ان عواد اسم كبير وعواد عامل موسم اكثر من رائع وجود عواد مع محمد الشناو مع احمد الشناو مع صبحي مع جاد ده كله يثري المنتخب المصري ويخلى عندنا اكثر من حارس مرمى وده اللي احنا بنتمناه ان المستوى يكون متقرد طبعا انا راجل مستق جدا من ان مبارات الزمالك تلعب وقت الاجندة الدولية وانا معاه انا باستغرب الاتحاد الافريقي ازاي بيتعامل كده الاتحاد الافريقي مش عالي تحس ان احنا فوادي وهو فوادي وهو فوادي واللي في دماغه بيعمله قانوني غير قانوني وعلى المتضرر لجوء للقضاء ومرة تانية بعتها وبقول لازم ان موقع مصر افريقيا زي ما رجع سياسيا في كل دول القرى يرجع ايضا في مجال كرة القدم لازم مصر يبقى لها ليادة مرة تانية اه العملية بقت جوه مش عاوز اقول مصطلح يعني اولام عليه او عاقب عليه لكن عاوز اقول دي مصر اللي اسست الاتحاد الافريقي دي مصر اكبر من اكبر الدول في القرى الافريقية عدد السكان دي مصر اللي منها يعني النمازج الادارية النجحة اللي قادت الاتحاد لفترات طويلة جدا انا معاكم ان رئيس الاتحاد دايما في الوقت لا والوقت اللي جايح هيبقى من اهلنا من اصحاب البشر الصمراء لكن لابد ان مصر كلها باع داخل الاتحاد الافريقي حجازي كمان بصفته كان موجود في الموطنة صفته كابتن المنتخب قال تنظيم جيد جدا لدينا حالة من التركيز والالتزام والحرص الكامل على تنفيذ سعليمات المدرب وفهم طريقة اللاعب بسرعة شدد مدافع منتخب مصر على غبة لعب الفريق بالظهور بشكل مختلف خلال فترة المقبلة حاقف عندي دي ايوه لازم نظهر بشكل مختلف لازم نمحي الصورة اللي كانت موجودة في المباراتين الاخيراتين سواء كان امام منتخب اثيوبيا او منتخب كوريا الجنوبية لازم نمحيها من الزاكرة ومش هتمحى بالكلام هتمحى بالنتائج بالاداء بعودة منتخب مصر المرعب عندنا مهارات وعندنا لعبين لكن محتاجين الروح محتاجين محمد صلاح مع اللعيبة يقفوا على رجليهم يعرفوا هم عارفين قيمة مصر كل تأكيد عارفين ومدكين كده تماما لكن انا منتظر عودة الروح الى منتخب مصر وانا متأكد ان منتخبنا بيضم نجوم مش هيبخلوا ابدا بعرقهم ولا بجهدهم لبلدهم ولا رفعة عالم بلدهم